في هذا الإطار وعلى هامش هذه النسخة من كوب 27 نظمت جامعة مصر للعلوم المعلوماتية جلسة لتقديم حلول تكنولوجية لمجابهة التغيرات المناخية ضمن فعليات مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ وقدمت الجامعة 14 حلا للتصدي لهذه الظاهرة والتي تهدد العالم أجمع قدمت جامعة مصر للمعلوماتية خلال الجلسة والتي انعقدت تحت عنوان الابتكارات القائمة على التكنولوجيا للتحديات المناخ ابتكارات تكنولوجية من شأنها المساهمة وبشكل كبير وفعال في تقليل خطر التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية ضمن المشروعات الفائزة في هاكتون للتغير المناخي والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع أمازون وايب سيرفز في سبتمبر الماضي تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي